لهيب الخلافات بين واشنطن وبكين يتمدد مجدداً اتهمات أمريكية يقابلها رفض صيني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عبر عن قلق بلاده حيال ما وصفه بمساعدة صينية مميتة لروسيا وهدد بلينكين بعواقب حقيقية حال عدم توقف الصين عن دعم روسيا بخصوص روسيا والصين فنحن من دون شك قلقونا حول تقديم الصين مساعدات عسكرية لروسيا لأنه في هذه الحالة ستكون هناك عواقب وخيمة وهذا ما كان قد قاله وحذر منه الرئيس بايدن تحذير مماثل جاء من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أجريت محادثات مطولة مع وزير الخارجية الصيني وانجي وأبلغته قلقاً الكبير من أن تقدم بكين على التزويد روسيا بأسلحة وأكدت له أن مثل هذه الخطوة ستكون بالنسبة لنا خطاً أحمر في علاقاتنا ونفت بكين الاتهامات الأمريكية والغربية ووصفت الخارجية الصينية الاتهامات الأمريكية بالزائفة وأنها هي من ترسل أسلحة إلى ساحة القتال الولايات المتحدة هي التي تشحن الأسلحة إلى ساحة المعركة وليست الصين لا يحق الواشنطن إصدر أوامر إلى بكين ونرفض توجيه أصابع الاتهام الأمريكية بشأن العلاقات الصينية الروسية موجة التصعيد الجديدة أتت بعد يوم واحد من لقاء جمع بين بلينكين وكبير الدبلوماسيين الصينيين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن ولم يصفر الاجتماع عن تقدم يذكر لتخفيف حدة التوتر بين الدولتين وتطفو أزمة أوكرانيا على سطح الخلافات بين الولايات المتحدة والصين حاليا لكن الخلافات بين القوتين قديمة ومتشاعبة فهناك خلافات تتعلق بالتنافس التجاري الحاد وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن الخلاف الأقدم والأعمق بشأن تايوان موسيقى